تعالوا نروح للدورة الدورة الممتاز بنك الاهلي ماشي السنة دي بشكل ممكن نقول معقول او بلاش معقول معقول جدا بس عشان نقول بشكل جيد او ممتاز كانت تبقى النتائج ممكن تبقى افضل من كده على كمان قوام الفريق يعني انت تتكلم في قوام الفريق محترم جدا جهاز ثاني ومستقر ومحترم جدا وبالتالي هي النتائج اللي شوية غريبة على الحاجتين دول فرقة تالية كان ممكن تقول لك النتائج دي حلوة لكن البنك الاهلي هو اللي مستقربينا شوية رأيك كيف الموسم ده حتى هزي اللحظة بالنسبة للبنك الاهلي لأ بص هو يعني زي ما قلت حضرتك كده اللي هو اشرف اول معاد معانا في اول السنة بس اوز محمد عبد المشرف على الكورة طبعا ده معانا يعني لحظة بلحظة بصراح ما يسيبش الفرقة في اي وقت ومعانا كابتن عاصم وكابتن خالد بص يعني بصراح النادي كله اسرة واحدة فكان تفكيرنا في اول السنة احنا السنة اللي فاتت شوية تعصرنا وشوية كان الموسم مش كويس يعني وعدنا في اخر ماتش في الدوري فالالسنة دي ما كناش عايزين نمر لنفس التجربة لا احنا كنا دي تجربة وخلاص اتقفلت احنا كنا عايزين نمر للتجربة تانية ان احنا نبقى في الاربعة خمسة الاوائل وده من اول الموسم مش كلام علشان احنا دلوقتي سادس وسبع لا من اول الموسم والكلام ده كله محطوط صح ربنا كرمنا في اول كان ماتش الدنيا مش كويس بعد كده جي توقف كبير شوية الدنيا بدأت تقل شوية بعد كده ربنا كرمنا والدنيا بدأت تقل شوية والحمد لله يعني الدنيا مش كويس بس احنا كترجد الفريق طبعا وطموح اللعيبة انا كتطموحنا شخصيا نفسي كل ماتش نكسب طبعا نفسي نفسي يعني انا من اول الدوري بصراحة بعد ماتش المقولين مثلا لا انا اطموح ان احنا مثلا نفنش في الاربعة الخمسة الاوائل مش بعيدة انت دلوقتي كمان انتموحك ما زالك قائما لا ما زالك دلوقتي موجود انا بني وبين الرابعة خمسة بنت فانا عادي ممكن احنا ليه لا ما فنشت رابعة ممكن العب كنفودر ليه ليه لا يعني ممكن مثلا فنشنا خمس نلعب بطولة عربية يعني انا يعني تفكرنا كله وتفكر الادارة لازم ان نفنش في حتة كويسة حيل والدوري المصري انت شايف الفرق كلها قريبة من بعض يعني انا يعني انت دلوقتي بتكلم في الاسماعيل الثالث من تحت لحد مثلا طلع الجيش تتكلم في 12-13 بند صح اربع ماتشات صح دولة اربع ماتشات فرقة اتعصرت والاسماعيل كسب الاسماعيل بقى خمس سادس فالدوري كله قريب من بعض فالفرصة كلها قائمة اه طبعا ليه دايما كل الفرقة اللي بتلعب في الدوري تقولك انا عايز ابقى في المركز الرابع اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده ليه مفيش غير الاهلي والزمالك اللي يقولك انا هنفس على الصدارة هتقول لي ما الاهلي والزمالك وجمهيده الجمل اللي معروفة بس هتلاقي في الدوريات حتى في جرانا فيه 3 و 4 و 5 و 6 فرق بين نفسه احنا ليه دايما اهلي والزمالك وممكن هو في شوية برامز بيحاول معهم ليه مش كل الفرق تنفس تمام ما ردو انا اقولك على حاجة كل فريق بياخد يعني خطوة خطوة دلوقتي انت كان الاهلي والزمالك هو اللي بيزرف في مصر صح كان كل اللعيبة يعني بتبص على اهلي وزمالك صح دلوقتي اللعيبة بقيتبص على اهلي وزمالك وبرامز فاركو البنك سيراميكا الاتحاد المصري كل عنديه دلوقتي بقيتبصرف صح دلوقتي انت شايف الاهلي والزمالك وبرامز وعد قوي عن عنديه الدوري لا لا فيه 6-7 فرق دلوقتي مستوام شبه تقريبا مريب من بعضه كمان سنتين ثلاثة انت ممكن تلاقي الفرق دي كلها بتاخد دوري ليه لا انت يعني كنادي بنك اهلي بتكلم عن نفسي مثلا كنادي بنك اهلي السنة دي فنشت خامس سادس لا السنة الجاية اذا فنش ثالث رابع السنة اللي بعدها هبص لأ ليه ما نفس هيل طبعا هي بتتاخد خطوة خطوة ما فيه يعني بتقول لي بعد سنتين ثلاثة بنك العلي ليه ما ينفس اه طبعا ليه ما ينفس انا السنة دي مثلا بشوف ايه اللي نقصني انا كلعيب وكفرقة انا ككابتن خالد مثلا او كإدارة نقصني مثلا واحد اتنين ثلاثة السنة الجاية نقصني واحد السنة اللي بعدها مش نقصني صح فبنحاول ناخد خطوة خطوة وده المفرد دي بتفكير كل الفرق بالظبط انا دايما باستغرق يعني شوف في انجلت بلاش انجلت بلاش نروح بعيد حتى في الجرانة في الدول العربية هتلاقي فيه اربع وخمس فرق بينافسه يلا انا عادي انا مفيش حد لي مش هيبقى مبسوط لما يلاقي البنك العلي بينافس سراميكا بينافس بيراميز فيوتشار فاركو فتلاقي الكرة كلها اصلا انت نفسك مستقوك هيعلى وشيف رق معاك ساعتها انا لازم اروح اهلي وزمانك من كيك الفرق اللي بلعب معاها بتنافس ما انت اكيد طموحك انك تنافس طبعا انا دلوقتي يعني افنادي مستقر مش الاستقرار على فكرة الاستقرار مش ماديا بس الناس بتفهم الاستقرار انه ماديا بس انا ممكن ابقى افنادي مثلا سيء باخد مثلا الف جنيه افنادي تاخد باخد عشر تلاف جنيه بس مش مستريح صح كنفسيا بقى وكعلاقات مع اللعيبة كعلاقات مع الإدارة ممكن ما بقاش مستريح مش هدي كل اللي عندي هدي خمسين في المية ممكن باخد ألف جنيه هنا هدي بثين المية الحتة دي تفرق مع الفرق يعني نادي المقاولين مثلا من سنتين السنة اللي قبل اللي فات فان اشتاق ربع الدور وليعب كون فدرالية مظلوط السنة دي الدنيا بعيدة شوية مثلا مثلا احنا كنادي بنك أهل السنة اللي فاتت عادنا على آخر ماتش في الدورة السنة دي بالنفس لأ ليه لأ عايزين نفنش في الخامسة الأول أهم حاجة يبقى فيه دافع للعيبة وللفرقة دافع مش دافع من ماديا بس دافع انت كالعيب لازم أن تعمل تاريخ لنفسك تاريخ لأهلك لبيتك كل ده بيفرق طبعا مالعيبة